سلام عليكم زيناس و مرحبا بكم جديد معي ان شاء الله ياربيقات كونوا بخير و على خير صحة عيدكم و كل عام و انتم بخير و يلهاد عليكم بصحة اليوم ان شاء الله راني في دارنا و درت لكم هذه التحلية صفت دارنا سايمين ليام البود ترسلهم هذه التحليات سهلة و سريعة بطباقتين كما تلاحظون جات بزيف بزيف بنينا خاصة انهم ما يبغوش تحليات و هذه عجبتهم بزيف 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 ألغوا لما نطول عليكم حبيبتي نمروا مباشرة للفيديو لمعرفة المقادر و طريقة التحضير و قبل ما نبدأ كل عادة لا تنسوش السلاة والسلام على حبيبنا و شفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم اذا بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للطبقة الاولى نحتاج زوج كيسانة الحليب مما يعادي الناس فليتر نحتاج زوج مغارف كبار تحكا كاوبوني ما يكونش مر بثيف زوج مغارف ايضا تأكل نيشا ولا ما يزينه و شوية شوكولاتا رابيتها اي شوكولات عندكم انا درت دادا فيجيكا و دادا كانت عندهم في الدار رابيتها و ثاني نسيت هنا البنت السكر ولا الفلون إلا كان عندكم فلون شوكولات ديروا 5 ملعق ولا ما كانش عندكم ديروا 5 ملعق تحسكر هكذا انا درت الفلون هكذا بش يزيد يعزز لي الزوق وليما تواجدش عندها فلون شوكولات ندير فقط خمس ملعق سكر نزيد لهم رشة صغيرة تعفاني اللي عندها ليكيد أحسن و نزيد كما قلتكم خمس مغارف فلون شوكولاتا و نخلطهم بارد في بارد و نديرهم فوق النار مع التحريك المستمر بلا ما نحبسو نار متوسطة حتى يثقل عندي الخليط و ما نخليش يعقد بزاف إذا هكذا البنات شوفوا هنا بدا يثقل عندي نكون مجدى لي فيغين تاوي لاني رح نصب فيهم الخليط و نعمرهم المنتصف هذه الكميات درت لي خمسة تعكسين كبار ولكن لي فيغين تاويهم كبار بزاف إذا درتوهم يكونوا شوية صغيرة تقطعكم كمية كبيرة و نخليهم في الثلاجة حتى يتمسكوا و نمروا مباشرة للطبقة الثانية هنا نحتاج خمس مغار فتح سكرتهم مباشرة في الكسرونة مع مرين ملح ملعقة و نصف تعنيشة ملعقة صغيرة تاح قهوة قهوة غبرة و ليكون عندها سريع تذوب الناس كافي أفضل شوية تاح شوكولاتة طليط طليق شوية بارك مشي بزاف مغرف صغيرة تاح مارغارين طرية كاس تاح الحليب و عطر الكرامل أول حاجة نجيب كاس تاح الحليب نقص منها شوية في كاس أخر وهذاك شوية لنقصتها قد نص كاس ندير فيها المغرف مغرف و نصف تعال مايزينا و لنشا و ندير فيها مغرف صغيرة تعال قهوة أنا القهوة درت عادي يزع الدار بصح لي عندها سريع تذوبا أفضل لأن هذه القهوة تعال تبقى الحبيبات الزاحة بصح يعني تجيب نينة ولكن سريع تذوبا يشغل الزوب تماما ولكن حتى هذه تجيب نينة يعني متخافوش منها شيء يبقو شوية حبيبات يعني ما تذوبش قاع و نخلطهم في ذكال نصف كاس لي وخرته و نخليهم على جمد و بقاتل شوية تلحيب نخدم بها هي الأولى و بعد نزيد هذه هكذا هذي غير ملكاس اللي وريتها لكم أول حاجة ندير السكر فوق النار يذوب يتكرم اللي هو خمس ملاعق نار متوسطة و نحركو و من حبسوش التحرك إذا كانت الكاسرونات يحكم يعني ما هيش تقيلة بزيف أما إذا كانت تثقيلة نقصوا له و خلوه راح تذوب وحده ولكن هكذا من الأفضل تحركو بشت يعني يتكرم لكم قح كيف كيف ما نحركش من جيهة و يقعد سفر من جيهة هكذا احتى يذوب تماما و نخلوش يحمر بزيف على اللون الذهبي نطفو عليه هنالبنتها هو ذاب لللون الذهبي نزيد له هذيك المغرف الصغيرات على المارغارين و نخلط بسرعة و نخلط مليح مليح ندخل المارغارين جيدا كينا نقطة هنالبنت كان غير يذوب المارغارين يحبسوا المارغارين لازم تدخلوها مليح باش ما تقعدش لدمتاحها من فوق و ما تقعدش بنتها في الكرامل تاحكم هنالبعد ما خلطتها مليح نزيد الحليب هذك اللي وخرته مشي اللي اضافت لها اله نقصوا النار و قعدوا تحركوا فيها راح تزوب ها هي عاودة تنحل مجديد بفعل الحرارة يعني ما تخافوش منها ولكن شايا نوسيكم استعملوا حاجة تحسيل يكون خلطوا بها ولا تعلوح هكذا انا هنحلي تماما من الكرامل الآن نزيد هذيك شوية تح الشوكولاتة بيضاء لكن ساعتكم في الدار هكذا زيادة لكم ملقة طولة مشي حاجة يعني ما قدرتها مغرف تعطيها بالنشابة بزيف الكرامل هكذا وزيت عطر الكرامل و نحركها تقيقة و لازوج راح تزوب ذيك الشوكولاتة ثم ثم بفعل الحرارة ها هي الآن نجيب هذك النسكة للحليب اللي درت له النشا و اللي درت له القهوة نشا تقول لي علي ما درتهش في البداية لأنه كون نديرو في البداية كما لاحظتو كين زيدوا الحليب الكرامل يتحجر كون تكونوا دارين في الحليب اللي بتحكم الماء زينا ريحت تثقل لكم قبل ما هذك الكرامل يعاود يطلق روحة لهذا أنا خليتهم حتى ما تاليب حتى من نكون يعني خدمة الكرامل تاعمل هكذا و خلطهم ملح ملح حتى يبدأ يعقد ما تخلوش يعقد بزاف و نجيبوه نصبوه فوق الطبقة الثانية و فوق الطبقة الأولى عفون بعد ما تكون جمدت و الطبقة الثانية متجيش سميكة بزاف كيما الأولى تجي نوعا ما يعني نقص عليها شوية هكذا و من الفوق راني ذوب شوية على شوكولاتة دادا عادي زيت لها شوية على حليب جريتها شوية درتها فوق النار مباشرة في كسرنا فوق النار مشي فوق بماغي و زيت لها الحليب و درتها من الفوق يعني كطبقة ثالثة وهذه اختيارية يعني وهذا هو الشكل النهائي جيت بزاف 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 بنينة تحفى هذه التحلية يعني أذواق مختلفة و متجنسة جيت بزاف أذواق شابة مع بعضها البعض يعني إن شاء الله يا ربي تعجبكم و تجربوها في ليام البويد لهم صايمين شوية اللي هيتقبل منكم إن شاء الله يا ربي إن شاء الله تعجبوا حفوا إن شاء الله تعجبوها و تعجبكم و قبل ما ننسوا ما تنسوش الإعجاب بالفيديو و الاشتراك في القناة البنتي دخلتوا جديد للقناة مرحبا بكم غالياتي اشتركوا في القناة و فعلوا زر الجرس هكذا بش يسلكم كل جديد إن شاء الله الرحمن الرحيم استودعكم الرحمن الذي لا تضيعه و دائعه السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة ترجمة ن Massimo اشتركوا في القناة